هيا بنات عاملين ايه يا رب تكونوا بخير طول عمري مؤمنة اننا كستات اصلا مميزين واننا مفيش حاجة صعبة علينا ولا في حد اشتر مننا علشان كده من اول ما بدأت معكم في القناة قررت اننا مش هنعمل اكل عادي ولا حتى هنعمل اي وصفة والسلام احنا تحديدا هنعمل مع بعض اكلات المطاعم بكل اسرارها وتركتها وكل مرة هنروح مع بعض مكان جديد نعرف اسرار اكلة من اكلاته وزي ما تعودنا بنعمل مع بعض اكلات المطاعم وبنكشف كل اسرارها المكان بتاعنا النهاردة هو الملكي وقررت اروح واجبلكم اسرار منتج من اجدد منتجاتهم واللي لسه نازل من كام اسبوع بس وهو كيكة البسيسة والنهاردة حصريا والاول مرة هتعرفوا كل اسرار وطريقة كيكة البسيسة من الملكي هتعرفوا اسرار وصفة البسيسة الاصلية بطعم زمان لكن بخلطة الملك المميزة بسيسة بلون دهبي وخطير مظبوط بالميلي شكلها لوحده كفيل انه يجوعكم بقوام اسفنجي وخطير وهتطلع معاكم متماسكة ومظبوطة مستحيل تفرول منكم ولو انتو حتى مش شاطرين في الكيك وعمر ما بيزبط معاكم اتحداكم ان الوصفة دي هتزبط معاكم من اول مرة ومن النهاردة انتو مش هتعملوا كيكة بسيسة نكحة وطعمها حلو وخلاص انتو هتعملوا كيكة البسيسة على طريقة الملكي في البيت بالميلي واي حد هيكلها عندكم مستحيل هيصدق انها معمولة في البيت قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعالوا زر الجرس علشان يوصلوكم كل جديد ويلا بينا نبدأ طيب هنبدأ بقى في المقادير بتاعتنا واول حاجة عاوزين كوبايتين من دقيقة دورة ويفضل اننا نتأكد انه هو مطحول ناعم جدا وهننخله كمان علشان نتأكد ان ما فيش فيه اي اجزاء مش نعمة لان كل ما كان الدقيقة بتاعنا انعم كل ما هيدينا قوام مثالي للكيكة وعاوزين نص كوباية من الدقيقة الابيض بتاعنا العادي جدا اي نوع متوفر عندنا وكوباية من اللبن او الحليب زي ما بيتسمى في دول الخليج علشان بتكتبولي كتير جدا في الكومنتات انكم بتتلغبطوا بينهم اربع بيضات بدرجة حرارة الغرفة ومعلقة كبيرة من البيكينج بودر وكوباية من السكر معلقتين كبار من الفانيليا السيلة ونص معلقة صغيرة من الملح ونص كوباية من السمنة نص كوباية من الزيت ومعلقتين كبار من جوز الهند المبشور ناعم وهنيجي بقى في اي بولة عندنا وهننزل فيها بكل المكونات الجفة واللي هي الديق والملح والبيكينج بودر وجوز الهند وهنقلبهم مع بعض كويس قوي بالشكل ده بعد كده هنيجي في بولة تانية وهننزل فيها باللبن والسكر وهنبدأ ندربهم مع بعض بالهند بلندر او حتى ممكن نستخدم الخلاط اي حاجة متوفرة عندنا هتنفع في الكيكا دي واول بقى ما السكر بتاعنا يدوب كويس هننزل عليه بالبيض والفانيليا وهنكمل ضرب بعد كده هننزل بالسمنة والزيت وهنضرب الخليط بتاعنا 3 دقيق كمان لحد ما نوصل لقوام سميك شوية بالشكل ده بعد كده هننزل بالمكونات الجفة اللي خلطناها مع بعض في الاول على الخليط ده وبالمضرب اليدوي بتاعنا العادي جدا هنبدأ نخلطهم مع بعض كويس قوي بالشكل ده بنفضل نقلب في اتجاه واحد لحد ما نتأكد ان الخليط بتاعنا تجانس وما بقاش فيه اي كلاكيها وبس كده خليط الكيك بتاعنا خلاص جاهز هنيجي بقى مع بعض لطريقة التسوية والصنية اللي هساوي فيها الكيك بتاعتي النهار ده هي صنية الومينيوم مقال 26 افضل صواني ممكن تساوي فيها الكيك عموما علشان يطلع معاكم بلون دهبي ومظبوط هي الصواني الالمينيوم عن تجربة هتجربوا صواني كتير بايريكس وجيرانيت لكن النتيجة المثالية مش هيطلعها معاكم غير الالمينيوم وعاوزين ندين بقى الصنية بتاعاتنا بالسمنة كويس قوي حتى من الجوانب بعد كده هنديها رشة بسيطة جدا من الدقيق وبس كده الصنية جاهزة هنصب بقى خليط الكيك بتاعنا في الصنية بعد كده هنجيب اي فوتة عندنا وهنحطها تحت الصنية وهنبدأ نخبطها عليها بالشكل ده علشان نطلع من الخليط اي فقعات هوا وبالتالي القوان بتاعها هيطلع مظبوط مفيش فيه اي فراغات هنجيبها مع بعض النقطة التسوية وعاوزين نكون مسخنين الفرن بتاعنا قبل ما ندخل الكيك فيه بربع ساعة تقريبا بعد كده هندخل الكيك بتاعتنا على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص لمدة 45 دقيقة ده وقت التسوية المظبوط جدا ليها وبعد 45 دقيقة هنفتح عليها وهندخل فيها خلة سنان علشان نتأكد ان كل حاجة تمام واستاوت من جوة بعد كده هندفي عليها على طول وده كده شكل الكيك بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن بعد 45 دقيقة هنسيبها تبرد ربع ساعة بعد كده نقلبها على الناحية التانية وبصوا اللون الدهبي الخطير بتاعها لون مظبوط ما فيهوش ولا غلطة كأنها كيك جاهزة اصلا وأخيرا جينا لأكتر جزء انا بحبه في اي فيديو وهو اننا دوق وطبعا ما ينفعش ندوق البسيسة من غير ما نعمل جنبها كوباية لابن دافي التعطي قطع بقى منها وبصوا شكلها وقوامها الرهيب من جوة واللي مفيش فيه اي فراغات قوام مظبوط وطاري وهش كأننا عاملين كيكا اسفنجية اصلا مش بسيسة بلون دهبي وخطير زي ما قلت لكم سر اللون دوت هو انكم تسووها في سنية الومينيوم الكيك دي هي اجمل فطار ممكن تعملوه في الشتاء جنب كوباية لابن وبجد مفيش اسهل منها ولو انتو حتى مش شاطرين في الكيك وعمروا ما بيزبط معاكم اتحداكم ان الوصفة دي هتزبط معاكم من اول مرة لازم تجربوا لطريقة دي وانتو من النهار ده مش هتعملو كيكة بسيسة نكحة وطماء حلوه خلاص انتو هتعملو كيكة البسيسة على طريقة الملكي في البيت بالميلي واي حد هيكلها عندكم مستحيل هيصدق انها معمولة في البيت اتمنى اكون عرفتكم كل اللي انتو محتاجين تعرفوه ولو لسه عندكم اسئلة ممكن تسألوني في الكومنتات وهرد عليكم ولو حبينا روح مطعم معين واجبلكم اسرار اكلة معينة اكتبولي في الكومنتات والانتاج هيراجع كل كومنتاتكم وهروحوا في اقرب وقت ممكن لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملو لايك وشير مع اصحابكم وهستنى رأيكم في الكومنتات اشتركوا في القناة